من طهران الكاتب والباحث السياسي سيد محمد صالح صدقيان لمعرفة المزيد أهلا بك سيد محمد معنا على سكاي نيوز عربية اليوم تبدأ المباحثات سيد محمد في فيينا موقف متشعب يعني كان هناك استهداف لمنشأة ناطانس إيران قالت أنها تم استهدافها رفعت التخصيب إلى 60% اليوم رئيس البرلمان أكد وصول إيران للتخصيب ذات 60% كيف ستكون مباحثات فيينا بأي ربما نستطيع القول أطر الوفد الإيراني داهب هناك مساء الخير لك وللمشاهدين أنا أعتقد بأن هناك مفاوضات صعبة جدا وكلنا رأى يوم أمس كان من المفترض أن يتم الاتفاق على شيء ما لكن انتهت الجولة من المفاوضات وليم يتم الاتفاق على شيء ما كما كنا نتوقعه لم يقل المجتمعون أين وكيف ومتى ستبدأ الجولة الثانية من المفاوضات وبالتالي أحسسنا يوم أمس الخميس بأن هناك مشكلة وهناك عقدة يجب أن تحل وبعد ذلك سمعنا بأن مجموعة أربع زائد واحد التقت بالجانب الأمريكي بدون حضور الجانب الإيراني من أجل التفاهم مع الجانب الأمريكي اليوم سمعنا كبير المفاوضين لإيرانيين عباس عراقجي يقول بأن أو ينتقد موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تحديدا وقال بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه أن يقوم به لأن تتعلم بأن الإيرانيين ينتقدون المواقف الأوروبي ويقولون بأنكم طلبتم مننا كإيران أن يصمد الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة قالوا لإيران بأنه يجب أن تبقوا في هذا الاتفاق لا تنسحبوا منه وعلى أمل أن يفعلوا الألية المالية للتبادل التجاري إنستيكس لكنهم لم يفعلوها وبالتالي هناك انتقادات كبيرة من قبل طهران للأوروبيين الآن أيضا ينتقدون الدور الذي يقوم به الجانب الأوروبي ويقولون بأنه من حازل الجانب الأمريكي الآن كما تفضلت قضية منشأة نطنز والتخصيب 60% الآن موجود على الطاولة وبقوة هناك عتب كبير من قبل الأوروبيين لإيران برفع نسبة التخصيب اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان محمد باقر قال بأنه تم إنتاج أو تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز التي تعرضت إلى هجوم وبالتالي أعتقد بأن مثل هذه الأخبار هي لا تعقد الموقف لأن مسار المفاوضات وغير مسار التصعيد في البرنامج النووي إنما تحرج الأوروبيين وتحرج الجانب الأمريكي أيضا وأعتقد بأن الإيرانيين أيضا يريدون ذلك يريدون إحراج الجانب أو كل المتفاوضين طيب أستاذ محمد البعض يقول حتى الإيرانيون هم مستعجلون في العودة الثنائية لاتفاق النووي يعني هم يريدون العودة قبل الانتخابات القادمة إلى أي مدى هذا صحيح إلى أي مدى إيران الآن في حالة ربما تقديم مزيد من التنازلات للعودة المتشاركة كما نستطيع القول مع الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي أنا أعتقد هذا صحيح جدا لكني أعتقد أيضا بأن الجانب الأمريكي أيضا مستعجل للتوصل إلى تفاهم من نوع ما أو تفاهم معين بمستوى معين مع الإيرانيين لأن كما الإيرانيين المرشد الإيراني قال بشكل واضح قبل ثلاثة أشهر أو شهرين بأنه قال للحكومة الإيرانية إذا استطعتوا أن تزيلوا العقوبات ولو ساعة أقرب فأعملوا لذلك بمعنى أن إيران تريد أن إزالة العقوبات حياء الاتفاق النووي وهذا بطلب إيراني صحيح جدا سيد محمد هل هي مرتبطة بمسألة الانتخابات القادمة؟ أنا لا أعتقد بأنها مرتبطة بالانتخابات القادمة لأن هذا قضية المفاوضات مع أمريكا وإزالة العقوبات مهم جدا دعني أقول لك لأن الأمريكان أيضا هم مستعجلين لذلك وربما الإيرانيون مستعجلون لسبب بسيط جدا وهو أن الانتخابات سوف تكون في شهر حزيران وعندما تكون الانتخابات في شهر حزيران سوف يكون رئيس جديد وحكومة جديدة وبالتالي هذه الحكومة الجديدة سوف تأخذ ربما ثلاثة أو أربعة أشهر وعندما تشكل الحكومة الجديدة يجب أن تذهب الحكومة إلى الوزارة تضع أسس للعمل تصور معين للمفاوضات مع أربعة زائد واحد وبالتالي هناك وقت وفترة طويلة أنا لا أعتقد بأنه سوف تكون هناك مفاوضات قبل شهر نوفمبر القادم وبالتالي مثل هذه المدة للأمريكان هم يعتقدون بأن هذه المدة طويلة يجب أن تصل إلى نتيجة معقولة مع الإيرانيين والإيرانيون أيضا يريدون حل حل في هذا الأمر من أجل إزالة العقوبات وبالتالي هنا أعتقد بأن هناك هم مشترك لطهران وواشنطن بحل قضية عودة الجانب الأمريكي إلى خمسة زائد واحد والإيرانيون يقولون بطبيعة الحال هذا يشترط أن تكون هناك إزالة للعقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على إيران طيب من طهران الكاتب والبحث السياسي سيد محمد صالح صدقيان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر